سيد أندرياني موسكو أعلنت هدنة من طرف واحد لم تحترمها أوكرانيا لماذا لا تثق أوكرانيا في هدنة بوتين؟ أنا أعتقد أن هذه الخطوة الروسية كانت خطوة إعلامية قبل كل شيء لم تكن هناك توقعات خاصة بخصوص أن هذه الهدنة يمكن أن تدخل حيث التنفيذ خاصة أن رئيس زيلانسكي كان واضحا حول هذا الموضوع ثم قد شاهدنا قصف مستمر من قبل القوات الأوكرانية ولكن إعلاميا روسيا أولا تقول للجميع بأنها ملتازمة إلى فكرة السلام وكذلك لا ننسى أن هذه الهدنة مرتبطة بوصول عيد الميلاد في كل من روسيا وأوكرانيا فهو من همل أعياد في البلدين فلذلك روسيا يمكن أن تستغل ما حصل هذا الرفض الأوكراني أيضا إعلاميا لتقول الجميع بأن حتى في دوء مثل هذه الأعياد الأوكرانية لا تلتازم لا تصعى للمفاوضات لا تصعى للسلام ترجمة نانسي قنقر